بمطار اسطنبول وجد العديد من المسافرين الليبيين أنفسهم عالقين لما يقارب خمسة عشر ساعة متواصلة بسبب تأجيل رحلتهم من الخميس حتى ظهيرة يوم الجمعة بسبب تغيير في الإجراءات الإدارية حيث طالبت الخارجية الليبية الليبيين العالقين بالخارج بملء استبيان قبل عودتهم وبعد حجرهم لما يقارب أربعة عشر يوما وكانت نتائج تحليل التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه سلبية درنا تحليل وقعدنا محجورين 14 يوم ودرنا تحليل تاني وعطتنا الوزارة الصحة التركية شهادة بخلونا من هذا الفيروس وكانت رحلتنا مفروض تكون واصلة في ليبيا زيها زي رحلتين اللي فاتن مش عارف النموذج هذا اللي طلعت لنا به جديد شنهو تابع مني ومن لي طالبه وحن بالنسبة لك عالقين أهلنا وناسنا وليبيا والمطار طالبين مننا الشهادة آية همتاع وزارة الصحة بس ويبلغ تعداد ركاب هذه الرحلة 150 شخص أجبروا على البقاء في تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ الفترة الماضية وقد باشرت سلطات الليبية بإرجاع العالقين في تركيا منذ بداية الأسبوع الحالي وسارت جميع الرحلات السابقة بشكل منتظم صوب مطار مسرطة الدولية الذي خطير لاستقبال الرحلات بدلا عن مطار ماتيجا بسبب تضروره جراء القصف المتكرر من قبل ميليشيات حفتر اشتركوا في القناة